هنروح لسيدات كرة اليد ونفس الوضع ماشيين بشكل جيد الحمد لله في تركيز قفلين عم في سوم الفرقة بيتمران وكان عندنا مباراة مع نادي الطيران مهمة الحمد لله استطاع الفريق السيدات بكادر كابتن محمد عادل زولة الفوز على نادي الطيران بفرق أربع هداف 26-22 المباراة تلعبت مباراة على صالة سيتي كلاب بمدينة السلام وفرقتنا طبعا دوقتي متصدرة ترتيب برسيد 23 نقطة في الفوز على المطشات الطيران رايح جاي ده بس الطيران اللي عمنا رايح جاي لانه ده بداية الدور التاني المعادي لسه المطش الجاهي بقى المطش الراجع الزمالك الشمس سبورتين جزيرة وتعدلنا مع اسموحة كانت عدل وحيد فقط ويمكن شاهد مباراتنا الرجال وسيدات التعدل مع اسموحة رجال التعدل وسيدات التعدل كمان في الرئيطنا طبعا يعني هتاخد راحة اسبوعين مش راحة من المطشات اسبوعين اسبوعين ونص عشان تجميع المنتخب وعايز علق على الموضوع ده لانه اول مباراة تبقى يوم 8 مارس القادم اولا انا سعيد جدا بتجميع المنتخب لان انا شكت للحظة بين وبينكم يعني انه بعد يعني الاخفاق في التأهل لكأس العالم اللي فات في بطولة افريقيا في السمغال لهذا الفريق لمنتخب مصر لكل تلدي سيدات تصورت اللحظة انه ممكن الاتحاد يقول لك كفاية ستوب مش هكمل ولكن التجميع دي بتدللك ان الاتحاد عنده سياسة ومش هحيد عنها المنتخب هيفضل في حالة تجمع كامل ومستمر طوال العام وهيشتغل معاي زي ما بيشتغل مع الرجال ودي حاجة تسعدنا الكلام حلو الكلام حلو ان احنا اسمعنا ده كتير جدا من اللجنة المؤقتة واسمعنا كلام ده من كابتن ايمان صلاح واسمعنا مسؤول على المنتخبات واسمعنا من كل العضاء اللجنة المؤقتة ولكن الفعل هو بيبقى يعني قبلغ دليل الدور هيقف اسمعين ونص المنتخب هيجمع للتمرين فطبعا دي دليل ان لا احنا مكملين ومشيين بتوت أفريقيا لسه خلصانة في شهر 11 اللي فات وبيتجمع تاني النهاردة في فبراير يبقى فيه سياسة واضحة ان المنتخب ده هيفضل في حالة تجمع مستمر لغاية بتوت أفريقيا القادمة ان شاء الله ونرجع تاني نشارك في جهاز العالم احنا عندنا فرقة كويس هي جينات جينات كرة الياد دي ماشي مع الشعب المصر زي السكواش السكواش رجال وسيدات كويسين فما ينفعش احنا في رجال كويسين والسيدات لس بإعداد بتركيز باحتكاكات انا هتصور في رئيس السيدات ان شاء الله هيعمل انجازات زي الرجال بالظبط واحنا الحقيقة كنا عايزين نعلق على الحتة دي ان احنا بنحيي اللجنة المؤقتة عشان مستمرنا في سياستها في دعم منتخب مصر للسيدات